قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه طلب تعزيز المهمة الأوروبية في البحر الأحمر بمزيد من السفن والقدرات العسكرية وأضاف بوريل أن عدد السفن التي تعبر قناة السويس يتراجع أكثر فأكثر بسبب هجمات الحوثيين مشددا على إيجاد حل ناجح لمنع توقف النقل البحري عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين وأشار مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن اعتداء الحوثيين على ناقلة النفط سنيون قد يؤدي إلى كارثة بيئية